موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى حلقة جديدة من الثامنة عبر قناة الرشيد الفضائية سادتي الكرام في هذه الأيام ناقشنا ولازمنا نناقش تظاهرات المحافظات العراقية وأيضا ناقشنا يوم أمس الأوضاع الراهنة في العاصمة بغداد والتظاهرات التي انطلقت في بعض المحافظات أو في بعض المناطق العراقية في العاصمة بغداد ولكن أيضا هناك من يصف هذه التظاهرات بالخجولة قياسا بالتظاهرات السابقة ونتحدث عن جملة المطالب التي خرج بها المتظاهرون سادتي الكرام في هذه المناطق من تغيير النظام السياسي وكذلك اتهامات المتظاهرين للحكومة في العاصمة بغداد ومجلس المحافظة بأنها لم تقدم شيء طيلة السنوات الماضية وايضا سادتي الكرام سنناقش في حلقة اليوم الاتهامات التي طلت محافظ بغداد السابق والنائب ايضا السابق السيد علي اتميم كلها اناقشها وحق رد مقفول للاستاذ ضيفي علي اتميم النائب والمحافظ السابق ضيفا كريما حياك الله ساد علي ضيفا كريما في قناة الرشيد ساد علي عندنا تقرير نشوفه ونرجع ان شاء الله تقرير سادتي الكرام ولا نعودها منذ مدة قاربة الخمسة عشر عاما لم يخلو عام الا وشهد تظاهرات واحتجاجات ولم تخلو تلك التظاهرات والاحتجاجات من المطالبة بالخدمات ذلك الملف المهمل لأسباب تتجدد بحديث المسؤول المتحجج بغداد عاصمة لبلد ينعم بمختلف الخيرات والكفاءات الا الخدمات لا زالت مناطق اطرافه وحتى وسطه تعاني ابسط الحقوق من الخدمات منها الماء والكهرباء وتعبيد الطرق وغيرها من الخدمات التي تأخر انجازها كثيرا حتى صرف على الندوات والجلسات الاستشارية والمباحثات من اجل الاستثمار داخل وخارج العراق مبالغ طائلة يقول المواطن انها لو وفرت دون فساد مالي واداري لنهضت بواقع بغداد الخدمي كذلك حال المحافظات وربما اسوأ فهي اتخذت بعد يأس واحباط ونفاذ صبر قرار الانتفاض بوجه المسؤولين والاحزاب وتحميلهم مسئولية الفشل والاخفاق والتعامل بعدم المسئولية من قبل الحكومة التي تهاونت كثيرا مع ملف الخدمات رغم الحديث المستمر عن مليارات من الدولارات تهدر بسبب الفساد المالي والاداري وكل ذلك الخدمات في تراجع بدلا من التقدم او المحافظة على ما موجود مجالس محلية وحكومة اتحادية وبلديات ووحدات وغيرها من المناصب والتشكيلات التي تصرف عليها الحكومة رواتب وتخصيصات كبيرة وكثيرة ولم يتحقق انجاز لخدمات من اجل المواطن الذي راح يتهم المسؤول المرشح من قبل احزاب بتعطيل الخدمات عن المواطنين بغية الاستفادة وتقسيم الموارد والتخصيصات بين الاحزاب السياسية حفاظا على منصبه ازمة تلوى الاخرى والمسؤول متسبب والمواطن متضرر ومن احتجاج لاخر ربما قد يظفر المواطن بنصر على الفساد ينجيه من تآكل حقوقه التي كفلها الدستور لبرنامج الثامنة محمد سعد مرحبا بكم مشاهدين الكرام وشكرا لي يا زميل محمد على هذا التقرير اذا استاذ علي ابديوا اياك اليوم اكتوا تظاهرات في المحافظات العراقية لكن انتقلت هذه التظاهرات والاحتجاجات الى العاصمة بغداد ومدن محددة معروفة شعبيتها لما حقيقة لكن اليوم اكتهمات استاذ علي لمجالس المحافظات وايضا مجلس محافظة بغداد اولا شنو اللي تختلف هاي التظاهرات عن سابقات استاذ علي وشو شفوها فضل بسم الله الرحمن الرحيم طبعا تحييلك ولكل مشاهدي قناة الرشيد وشكرا لكم لزضافتكم اننا وكفلتونا حق الرد عن كل اساءة او اتهامات باطلة وقبل ان ابدأ نعزل عالم الاسلامي والمراجع العظام واهل العراق بصورة عامة وسماحة السيد الزعيم العراقي مقتدى الصدر بشهادة الولي الطاهر السيد محمد محمد صادق الصدر الذي اقدم النظام السابق اللا نظام السابق على قتله مع ولديه وحدثت انتفاضات عديدة منها انتفاضة جامل محسن وانتفاضة الحكمة وذهب الآلاف من المحتقلين في سجون النظام وايضا العديد من الشهداء لانه قاد مشروع اصلاحي وكان الاول من طالبه يعني عندما يطالب بارجاع الكهرباء او عندما يقول كلا كلا للباطل وكلا كلا للشيطان كان يعني النظام اللا نظام السابق وحزبه وبالتالي من اسس للمظاهرات في عهد الطاغية وفي عهد النظام الدكتاتوري هو مرجعية محمد صادق الصدر ومن التف حوله طيب في الحقيقة المظاهرات عندما نتحدث عنها لا بد ان نأتي الى الدستور اليوم احنا في ظل عملية سياسية ونظام سياسي برلماني فيه يعتمد على تعدد الاحزاب وبالتالي الدستور يقول المظاهرات مكفولة دستورية ما دامت سلمية فأي مظاهرة وجبة على الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ان تقوم بتوفير الامن لكل المتظاهرين بشرط ان تكون سلمية يعني اليوم المظاهرات احتدنا احنا في شهر السابع وفي شهر الثامن ان تكون مظاهرات تجوب المحافظات الوسطى والجنوبية وهي حقيقة اساسها الاول هو قلة الخدمات سواء على مستوى الكهرباء او مستوى الصحيات لكن اليوم لا بد ان نبحث انا اسمعت الكثير من التحليلات والكثير من اللقاءات لم يتحدث احدهم عن سبب هذه الشرارة وسبب هذه المظاهرات مواطن متأمل بعد ان اشترك او لم يشترك يعني اليوم نحسب عدد المظاهرين نشقد نسبتهم بعدد من صوته وشاركه بالانتخابات يعني لا توجد مقارنة وبالتالي من صوته ولم يصود كان منتظر بتشكيل حكومة الانتخابات ونتائجها قد شكك بها من شكك وللأسف اليوم تجد انه القضاءات اللي هي اعلى سلطة قضائية من يدوير اليوم العملية الانتخابية وفرز والعد اليدوي صارت مطابقة مطابقة مئة بالمئة وبالتالي لابد ان يحاسب اليوم نحن في ظل نظام ديمقراطي نعم صحيح لكن اليوم لابد ان يحاسب من شكك بهذه الانتخابات وشكك بالنتائج وعطل 12 خمسة واليوم احنا في الشهر السابق يعني هاي انتخابات التظاهرات والاحتجاجات هي من جهات متعمدة برأيك لا اعرف اليوم المواطن كان متأمل اليوم المواطن يريد درجات وظيفية يريد استقرار الطاقة الكهربائية يريد اكمال المشاريع اللي توقفت مشاريع جديدة لكن عندما نظره ان الحكومة الان حكومة تصريف اعمال ولا وجود لمجلس نواب ونحن الان في فراغ دستوري والنتائج لم يصادق عليها لحد الان وما يعرف بعد تصادق بعد شهر شهرين ما يعرف متى تصادق فبالتالي المواطن اصيب بالاحباط وعافل خدمات استاذ علي وطالب بتغيير النظام السياسي لا حكومة حسين النجار وياه حقيقة وقبل من الضيوف يطالبون بتغيير الكابينة السياسية القيادة السياسية برمتها اشبه بانقلاب لا لا يعني اليوم نشوف انا مع اعتراماتي للاراء تغيير النظام السياسي من الصعوبة اليوم احنا قلت لك احنا اليوم مرجعيتنا السياسية هي هو الدستور وبالتالي هذه الوثيقة اللي ظهر وخرج الشعب وصوت عليها بالتالي اي تغيير او اي استحداث لهيئات هيئات او مناصب او غيرها انه جعل الدستور مثلا مادة 108 بس الدستور ما قال استاذ علي عفوا عذرا على المقاطعة انه هؤلاء فعلا هو حقهم مكفول لكن ما قال انه تأخر بالخدمات واكوفسات احسن صح ولا غلقه هذا السؤال اليوم مثلا انت تظاهر تطالب بالخدمات والله العين على الرأس انت من حقك تتظاهر ومن حق الحكومة ان ماذا ان تقدم لك الامن واجبه موظفين اليوم سيد الفاضل اليوم سيد الفاضل بفضل الله والاستمتحن عندما حدثت مظاهرات في محافظة بغداد عندما كنت محافظا كنت خادما للقوات الامنية وخادما للمتظاهرين لم يحصل اي احتكاك ما بين القوات الامنية والمتظاهرين اليوم الموافقات بها الابدارة المحافظة الجديدة حقيقة الناس تعان من عدد نعم كيارات مدنية متظاهرين ايضا نعم احنا اليوم مثلا نقول يعني المظاهرات انه حق مكفول وبالتالي احنا نخدمهم لكن اليوم ما حدث لتجاوز على بعض الشركات النفطية او المطار النجف او بعض المؤسسات الحكومية اشبه بشخص غاضب في بيته ويكسر الزجاج ويكسر الاجهزة الكهربائية الموجودة في بيته بالتالي هو من يتحمل شراع هذه الاجهزة طيب وهو من يتحمل خسارتها اليوم احنا مثلا والله العظيم اهنا نفرح من نشوف ليش خلي يسمع السياسين بوجود المظاهرات وبوجود المجتمع المدني احنا نثبت الاسس الحقيقية للديمقراطية بدون مظاهرات بدون المجتمع المدني راح نتغول نحن السياسيين وراح نمارس نوع من الدكتاتورية سواء على مستوى الاحزاب على مستوى المناصب التنفيذية هاي التظاهرات حتى ننتقل الى غير ملة هاي التظاهرات بنظرة التيار الصدري شارك بها جمهور التيار الصدري بصراحة يعني حقيقة نشوف احنا التيار عريض لان دائما هاي المظاهرات والتظاهرات عفوند نشوف انه تيارات مدنية لا توجد قيادة لا يوجد من يقود هذه التظاهرات جمهور التيار الصدري نعم نشوف اليوم نحن التيار عريض وممتد بوسط وجنوب العراق بأعداد كبيرة وحتى النتائج يعني اليوم البعض يقول يا فأنتم 54 مقعد اخوان احنا ترى كانت حساباتنا اكثر لكن احنا رضينا على مضب يعني حتى راح تلنا مقاعد نعم اكثر يعني احنا في بغداد راح نتأكل اربع مقاعد كذلك تشكك بنتاج ننتخبه استاذ علي لكن رضيت اليوم لابد ان ارضى على مضب اليوم يا اما ادخل العراق بالمتحول الان نحن في متحول اليوم نحن في المتحول اليوم راحوا شهداء من عندنا من القوات الامنية ومن المتظاهرين وصرنا للأسف اضحوك امام بسبب هذا التأخر الحاصل في قضية المتائج والمصارب نعم انت اليوم انا مثلا الاخوة القضاءات والاخوة المسؤولين الان على عملية العدو الفرز اليوم انتم استعجلوا خلتوا عملوا باكثر من شفت ومن ثم تصادق عن النتائج ومن ثم ليش يعني حتى بعد المصادقة ستكون هناك الاجتماعات الحقيقية للكتر السياسية عندما كل من يعرف حجمه وصير مصادقة وتعطي وهناك نعم التفاهمات الاولية لكن راح نص يعني اذا صارت المصادقة انا اقول لكم مسؤول عن كلامي يمكن راح نشهد تشكيل حكومة باسرع ما يكون ومن ثم هذه الحكومة يجب ان تلزم انا يعني رأي شخص ليس رأي تيار انا هذه الحكومة اللي راح تكون تشكل لابد ان تعطى مدة زمنية وفق برنامج سياسي قابل للتحقيق هاكو تدري برامج سياسية بعض الكتل السياسية تتحدث بها قبل المظاهرات والله بعيدة عن الواقع احنا اليوم يعني حكم تجربة المتواضعة في مجلس النواب وفي المحافظة اجد انه ما يكتبه بعض الكتل السياسية هي عبارة عن دعايا انتخابية اذا اذا جمهور تيار الصدري اليوم هو مشترك مع هذه التظاهرات كجمهور عريض بصراحة استاذ عدد احنا يعني كافرة نشبنا سماحة السيد مقتر الصدري وثورة جياء سيد الفاضل بالفعل يعني سماحة السيد الله حتى ان شاء الله ثورة جياء ومن ثم سماحة السيد حذر منها يعني من عام 2015 2016 بدأ المشروع الاصلاحي كان يحذر سماحة السيد من انزلاق العراق من هالأوضاع لهذه الأوضاع للأسوأ يعني اليوم احنا للأسوأ عندما تضرب الشركات النطية ومن ثم يتجاوز على المؤسسات من اضربها استاذ علي من اضربها انت عبارتك يعني حقيقة نشوف المتظاهرين أحزاب عفوين جماعات نشوف كل مظاهرة يعني احنا بمظاهراتنا الاصلاحية اللي صارت في بغداد في عام 2015 و2016 وحتى بداية عام 2017 كنا نلقي القبض على بعض المندسين يحاولون الاساء للقوات الأمنية يحاولون رفع بعض الشعارات حتى في دخول مجلس النوار وتسلموهم للقوات الأمنية طبعا يسلموهم للقوات الأمنية والقوات الأمنية الآن أكو لكن احنا اليوم مثلا لنكرر مندسين 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 لا اليوم شعب طلع يطال بالخدمات اليوم سيد رئيس الوزراء جزاء الله ألف خير اجتماع وكان قطع سفرته وإجي وقطع وعود لأهالي البصرة يعني والله العظيم يعني طلقت المظاهرات من البصرة والله العظيم حقهم أنا قبل الانتخابات بشهر تقريبا ورعت للبصرة يا أخي مجرد غسلت وتشعيون احترقت من من مل اضطريت أنه جابوا لي الولدج اللي كان بالعشرين لترة خليتها بقيت بيتة هناك استخدمتها بالوضوء والسباحة وغيرها وضعية اليوم عدتهم مشاكل طبيعة الجو يعني الضغوط وما الضغوط والرطوبة الكبيرة وبالتالي اليوم نحن نقول نعم أكو مندسين أو ذول المندسين لا بد أن يحاسبون لكن اليوم نحن أمام مباهرة حقيقية وقد احترفت الكتل السياسية واحترفت السيد الرئيس الوزراء واحترفت دائف رئيس الوزراء دائف طبعا الحق يا أخي اليوم السيد الرئيس الوزراء ومطة مجال الجماعة لا لبغداد لا بناتك بغداد الآن سيد الرئيس الوزراء وجد تحديات صعبة الملف الأمني سقوط محافظات عديدة شهداء آلاف مؤلفة ومن ثم التسليح ونحن في ظل أزمة مالية كبيرة نتيجة لسوء الإدارة نعم هبطة أسعار النفط دخول داعش لكن لو كانت هناك إدارة حقيقية طيب ولا كان عندنا الآن خزين في البنك المركزي لكن العبادة قد يكون تقادات علي لم يتعامل مع متظاهري العاصمة بغداد بالنفس اللي نعرفه في كل تظاهرة أكو إساءة أكو اعتقالات أستاذ حسين النجار كان جالس في أمس مكان حضرتك اتحدث عن وجود ضغوطات ومورسة اعتقالات وحجوزات حقيقة هل هذا يعني فعل يعني يطابق مع توجهات العبادي اليوم يعني نشوف احنا نقول المتظاهر السلمي اللي الظاهر أمام محافظة أنا أنصح جميع الأخوة المحافظين أخوتي وعزائي يا أخوان لا تكونون أنتم معادين للمتظاهرين لا تقومون دعاوة وذلك المتظاهرين ما داموا شلمين ويطابون بالخدمات يخوة احترموهم قدموهم يعني كنا يظاهرون على ديوان محافظة بغداد نقدم لهم مي ومرة من المرات شوينا لهم غدا لفات جبت لهم قلت لهم خلوهم يظاهرون تقدمون مي لكن هو هذا السؤال السيد علي ما الذي قدمه السيد التميمي أثناء فترة توليه كمحافظ اليوم هذا السؤال يدور في كل أثناء يدور في مدينة الصدر وحي العامل ومناطق العاصمة بغداد اللي معروفة شعبية لجمهور التيار الصدر على أقل تقدير ما الذي قدمه الله عزك إن شاء الله في البداية ما أعرف حقا أكتهمات الأكتهمات تحكي بها هسا خل نسمع أكتهمات لم تقدم شيء وتم إقالتك عفواً عفواً لهذا المصدر خل نسمع ما أقدر ألف زميل المخرج نسمع إلى تصريح الأستاذ سعد المطالبي ونرجع فضل الأستاذ أكوة منتظرين نتائج الانتخابات أولاً ومنتظرين المصادقة يعني العدو الفرز اليدوي بس يكمل وتطلع المصادقة المحكمة التحادية على نتائج الانتخابات بعدها تبدي تحالفات رسمية أنا كل شيء مهيئين إن شاء الله والشعب يعني أو الممثلي الشعب الكتل السياسي أنت ما دي تجبرها رح يتحالفوا يا فلان اللي كان هو سابقاً قبل أشهر كان هو يسرق هو هو مسؤول وزارة الإسكان ويسرقها مسؤول وزارة محافظة بغداد وكان يسرقها وطردنا بالمحافظة وشغلنا مراقبة وطردنا محافظة بغداد السابق اللي ردي تتحدث قد يكون قريب من عنده طردنا لي لفساده طردنا لي ثبتاً عليه بالدليل القاطع أن هناك فساد وهناك سرقة أموال وسقر بغداد شاهد على هذه القضية والآن بالبحاكم الآن سقر بغداد يعني في قضية القضاء النهائية أرجع لك سالساعة يا أخي المنت ما دقل تفرض على الناس أستاذ علي أسمع حقيقة حق الرد مكفول اللي حضرتك دنشوف يعني محافظ يتهم يعني دنشوف بس اتهامات نعم وإحنا واقعين لا يستطيع لا سعد المطلبي ولا اللي الأعلم سعد المطلبي أن يطرد محافظة بغداد على التميمين قد يكون الواقع السياسي اليوم قد يكون يعني أكو أخطاع عند كتة الإحرار أربع استجوابات سياسية في آن واحد تربية والصحة والزراعة والمفوضية وبالتالي دخول إلى مجلس النواب مظاهرات إصلاحية وقوف على التميمي مع المظاهرات الإصلاحية اللي نقول لك أنا أتحرك من الدستور وبالتالي أرادوا الرد على التيار الصدري بهذا الاستجواب اليوم اليوم حق المواطني الظاهر عندما يرى أحد المسؤولين وهو يحتضم كلبه أجل الله السامع كلبه سعرها عشرة آلات دونان حق المواطن يظاهر عندما يرى مسؤول يأتي محتسيا للخمر وهو سكران ويدخل إلى دائرته حق المواطن العراقي عندما يجد مسؤول يتبجح ببعض الكلمات ويستنكف أن يعيش ابنه مع أهالي بغداد من حق المواطن أن يتظاهر ويخرج عندما يجد هذا المسؤول اللي بالانتخابات حصل لـ ألف ومئة وخمسين من هذا المسؤول أحد المسؤولين بدون ذكر الأسماء المواطن يعرف اليوم من يحتس الخمر ومن يربي الكلاب أما ترجع لي المن لمن سرق بغداد إذن خلنا نحكي شون سرقنا بغداد فلنكشف الغرق أستاذ علي مشروع كاميرات في دورة سابقة 200 كاميرا بـ 16 مليار أنشأنا منظومة كاميرات منظومة كاميرات 800 كاميرا بمواصفات عالمية غطى الـ 60% من التقاطعات وشوارع بغداد هذا المشروع لو كنا فاسدون كما يدعي بعض الفاسدين ضدنا أنه كان هذا المشروع قيمته بـ 64 مليار وفق حساباتهم مع العلم الكاميرات موديلها بالـ 2008-2009 نعم نحن مواصفات 2016 هذا المشروع كملته بـ 2 مليارات وليس بـ 64 مليار أحد المحافظات الوسطى 450 كاميرا بـ 27 مليار وأحد المحافظات 500 كاميرا بـ 32 مليار نحن كملنا تنفيذ مباشر بـ 8 مليار دينار فقط وفقط وثقت نعم مشروع النهروان قيمته 8 مليار مشروع ماء النهروان كملت بـ 465 مليون دينار عراقي فقط اليوم أنا أحكي لك وأنا مسؤول عن كل أحكيها المواطن العراق الحمد لله وشكر اللي تحدث بي أنت عندك دليل قاطع حتى يبين للناس اكتب انجازات بلا موازنات محافظة بغداد راح تجد كل هذا الحشي أمام وسائل الإعلام وأمام أعظام مجلس النواب وأعظام مجلس المحافظة وكل المسؤولين والمدرات الواطن قد ما يلتمس هذا الشيء نحكي لك عن الفساد نحكي لك عن الفساد مشروع ماء الطار 100 بوثائق عنده وعرضتها وسائل الإعلام راضي حال بـ 354 مليار ومليار و400 أكملها بمليار مع التأثيث و 950 مليون كل مدرسة فرق بها 300-400 مليون حجم فرق التعاقدات عن التعاقدات سبقتنا أكثر من 500-600 مليار دينار عراقي وموثقة وأنا مسؤول وعرضتها في الاستجواب أما الاستجواب فاليوم يعني كل هذه الانجازات اللي يحققها الأستاذ علي تيميز بنظر المواطن يقال عفوا ويطرد كما ذكر أستاذ سعدي لا هو الأكبر مننا عفوا كلامه يعني لا أحسنت أنا ابن قبيلة معروفة وابن تيار معروف ولازلت عنصر فاعل في التيار الصدري بفضل الله سبحانه وتعالى وسأقاضيه سأقاضيه كما هدد أحد المواطنين أقاضيه عشائريا وقانونا أنا مسؤول أمام كلامه كنت كنت عندما كنت في مجلس نواف رجل دولة ما أستخدم لغة العشائر لكن اليوم من قبيلتي البارحة تتصل بي ويتحدثون على مستوى المشايخ لن أترك حقي العشائري أطلاقا لأنني اليوم مواطن ولست مسؤولا لو كنت مسؤولا أرجع للقانون ولن أنسى وضعي يعني القانوني نعم اليوم اتصل بي أحد الأخوة قبل الاستجواب ثلاثة شهر وهو الآن يستمع لي قلت له سيد فلان أنا راح أظهر في قناة الرشيد شوف اللقاء اتصل بي قل يابا ترى الجماعة يقولون على التميم ما راح نخلي للانتخابات قلت له ليش سيد قل يابا هما ما يعرفون عندي علاقة بيك بس هما قالوا إذا يبقى التميم التيار يحصل من 200 إلى 300 ألف صوت بالانتخابات اللي راح تجي قلت له سبحان الله قلت له سيد تتعوك أنا طبيت المحافظة ولحد اليوم شدت يعني قبل ما مستلم أي موازنة أتحدى محافظ فين محافظة يعني الأعمار المشاريع لم تستلم جرهما واحدة خمس محافظين خمس محافظين خمس محافظين إذا أعطتم إنجازات بقدم إنجازات على التميم في وقته أنا محاسب أمامكم وأمام قناتكم وأتحدى محافظ يجي يقول لي أنت إنجازاتك 800 مشروع يقول لك إحنا مدارس وتعينات الكذا والمراكز الطبية وقال إحنا ما عدنا موازنة إلى الآن من 2015 2016 من رئيس الوزراء قرارنا مجمد 2013 عديت خطة 2014 ماك موازنة 2014 15 ماكو 16 ماكو طبيت وطلعت ماكو مو هذا الأسلوب اليوم أنا أقول يا أخي أنت اليوم اللبست لك رطة عنق مو ضل تشرب بس خمر وتروح الدور وينب الغانيات وغيرها لا أتعلم ودرس وافتهم وروح أقرأ قانون المحافظات وروح أقرأ عن أسس بناء الدولة وروح أقرأ القوانين وروح أقرأ تعليمات هذا المسؤول بل أزحنا هذا المسؤول طبعا هذا المسؤول إذا يبقى حساني وكم أقدم برنامج ما أطب إذا ما أعد أعبارك الله بيك جيل أنت تعرف شون هذا بالإحاق هذا الكلام طبعا للأسف يعني مهي عرف يا ابن قل لي يا ابن إحنا يا ابن تعال أنت أكون موازنة 2014 يا أخي الطفل السئلة اليوم قل لي أبويا أكون موازنة 2014 قل لك باقوها ماكو 2014 15 ماكو 16 ماكو 17 ماكو يعني إحنا دخلنا للمحافظة طلعا نمست الموازنة زينا يا عالي تميمة منين هاي 800 مشروع حالته الله هذا السؤال الميتين وواحد وسبعين مشروع اللي افتتحتها منين جبتها يا أخوان أنا عن طريق المناقلات يا أخي أنت عقلك ما يستوعب شنا المناقلات روح بدل عقلك روح افتهم روح اقرأ روح ادرس روح اتعلم روح اسأل أهل الخبرة بهذا المجال يعرفوه بالتالي الاستجواب قلت لي يا ابن اذا ميتين لتثمين قلت لي ماعد موازنة قل لي لا نزولك الميداني الندوات قلت أنا أنزل ميدانيا ما أخاف ولا أي مظاهرة أقعد بيها أي ندوة أسويها وجمع العالم وأجيب التنفيذ و أسويها وعملت بالممكن وعمل الحمد لله وشك كثير من أعظم مجلس المحافظة متواصلني قل عمي شون تتمشي المحافظة قلت لله شمحنا تعالى و أنا كنت نازل بقوة أريد أقدم فاليوم قال يا ابن من ميتين إلى ثلاثمئة ألف صوت من مية وخمسين إلى ثلاثمئة ألف صوت طلع على التميمي من المحافظة والتيار حصل أربعمئة وستة وستين ألف صوت في محافظة بغداد و حصل سبع طاعش مقعد أهالي بغداد لو لم يكن التميمي خدمهم و نزل نزول ميداني لا ما حصل ما يتخبون التيار لأن اليوم على التميمي من التيار و كنت في سائرون دعمت الكثير من المرشحين و بفضل الله سبحانه وتعالى حصلوا عشرات الآلاف الموفقية فبالتالي القضية قضية سياسية بحتة شنو بحتة شون سياسية بحتة أول شيء القضاء ما قال على التميمي فاسد من ما قدمت أنا يعني تظلم و قالوا ليش أنت تقدمها إضافة لوظيفتي يابا شنو هو قضاء إداري قالوا لازم تقدمها بصفتك الشخصية و ليس بصفتك الوظيفية يعني شنو يعني تكتب علي محسن التميمي طبعا يا تدري القضاء مو بدينا والقضاء موسيطر من جهن قضاء مستقل هذا قضاء إداري مو قضاء اللي نحكي عليه قضاء القضاء معروف قضاء إداري هم مو قضات هم أكاديميين يحكمون باسم القضاء فشي يتبعون يتبعون القضايا الإدارية البحتة يابا تعالوا أنتم 33.5 أكوا علي قرارا من النجاهة قالوا لا يابا أنتم 33.5 قبل الاستجواب أنتم سويت اللجنة التحقيقية لا شو السيد عطوان الأطواني هو مسؤول لجان الفتح والتحليل كل المشاريع نحالت بعلمه وكل المشاريع نرسل نسخة علمه إلى مجلس المحافظة إلى مجلس المحافظة معقولة ما اشتغل معقولة ما اشتغل يعني نسمع كلام جنابك عفونا أستاذ علي وكأنم المحافظة اللي يجع وراء حضرتك ما اشتغل أي شيء لا لا ينتقد دورتك ينتقد ولايتك أستاذ علي يعني سيد عطوان هم ابتلة الرجل ابتلة لا اكو فلوس مظاهرات منها هستنمو عندك فلوس بس اشتغلت يعني كل من يعني يوم أقول برات الإنسان أقولهم بويا بصمة الإنسان نحن مليار سبع مليارات وكسر المواطن كل بصمة تختلف كذلك شخصية الإنسان كذلك طبحتك وبصمتك في الإدارة كل واحد وكل واحد إمكانياته لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وبالتالي كل واحد إليه أسلوبه في الإدارة بالتالي اليوم القضاش يقول بويا أنت قدمتها إلى أضافة الوظيفتي أجي أرجع للتمييز قلت لهم بويا لاكو قرار قضائي وهي سبع شواهد قضائية سابقة أنتم رجحتهم رجحت المحافظ الفلاني وعلي فئتهم فساد وثابته بالنزاهة ورجحت المحافظ الفلاني وهو عليتهم فساد ثابته ثابته بالنزاهة وعلي تمي ما علي أي تهمة فساد أنتم قالوا أنت المفروض القضاء الإداري يريدها من أول مرة لأن أنت إضافة الوظيفتي لازم قدي عنوانك الشخصي أنا شو يعرف أنا محاميين أربع محاميين من خيرة محاميين العراق عرضت أن القضية قضية سياسية بحتة ولا فخرة لهم من وين القضية سياسية بيني يا أخي من يا أخي حلفاءنا الأخوة السنة أم تآمروا علينا في استجواب تآمروا ضدنا دعميك دعميك كلهم صوتوا مع العلم لم يقصر بحقهم كلهم صوتوا ضدي وقالوا بدلوا على التميمي يجينا يا أبا قلناهم بدل على التميمي هذول سبعة هذول سبع أشخاص تعالوا خلوهم مكان على التميمي كلهم من التيار الصدري وقسم منهم باس من طوان ونجيب الصالحي وغيره سبعة قالوا لا ما نريد إحنا نريد غير واحد الأخوة السنة إذن السنة والباقي نكلهم إحنا عرضنا القضية قضية هي رد على مظاهراتنا وعلى إصلاحنا وعلى دخلنا لمجلس النواب التيار الصدري طب لي على المشاريع أستاذ عادي على المشاريع اللي إلى الآن الناس مدى يشوف مدرسة بها خير مدى يشوف مراكز صحية بها خير مدى يشوف شوارع وحشيل على الخلاف هذا الخلاف عفوا هذا الخلاف المستمر بين الأمانة والمحافظ أي المحافظة بمناسبة أحسن جزاك الله طبعا أكو شي عملي أنه اليوم أنطي قطعة أعرض أطيقها في موقع راقي في الكرادة أو في الجادرية وإنت ما عندك أموال تقدر تبنيها ولا كقرض عندك تقدر تبنيها تقدر مستحيل اليوم أنطون المحافظة طبعا قالوا يابي هاكي انتصر المحافظة يابي أكو فلوس قالوا والله ما أكو فلوس انتظر موازنة تلفية 14 سوّت ما أكو فلوس ازين أجيت أنا ناقلت أجيت للتربية تربية قلت لهم أبويا أنتم بربع سنين بدأت لكم 11 مدرسة أنطونا فلوسكم فلوسكم أنتم وعدكم 29 مليار حاولونا شكت بعض أعظام المحافظة هذا الموضوع ومن يأكل من يأكل من يأكل من يأكل من الإحرار والله من الإحرار أنتم راح تفشلون وأنتم ما تدبرونها بفضل الله بفلوس وزارة التربية موعدة فلوس بفلوس وزارة التربية بس وما قالوا قالوا نحن نطقكم الفلوس لكن المدرسة نختار موقعها أنا قلت المدرسة في أي منطقة بني خدمة لها لبغدار قفرت بفلوس وزارة التربية أحالة 502 مشروع تربوي بنينها 126 مدرسة ضفنا صفوف 175 مدرسة ضفنا صحيات 225 مدرسة بنينها 16 روضة واثنين أخسام تربية وقعات والله المحافظة الحالدة ينفي ثق أستاذ علي إحنا المواطن كشارع راقد يشوف انتهامات المحافظة الحالي واللي سبق الآن عند انجازات وهاي موجودة مثلا لا أسمح لي اليوم أكتب انجازات بلا موازنات أكتب باليوتيوب فالوازن نتموزين أكتب انجازات بلا موازنات محافظة بغداد وشوف مواقع المدارس ويا أخي عوفي لهذه الانجازات طب على صفحتي صفحتي من بعد ما بعد أعبر فد ثلاثة أربعة شهر وارجع الصفحتي علي محسن التميمي اللي مليون وسبعمائة أعجاب طب بيها وشوف الافتتاحات مات المدارس وشوف الافتتاحات بسي لسمح كلام جرابك أستاذ علي وكأنها مع أمانة بغداد لم تعمل شيء لا لا أسمح لي أمانة بغداد وين دورها لا لا أسمح لي أمانة بغداد اي قلت لك اليوم احنا حارين السبال الأمانة والمحافظة احنا حمحليناها الشون اليوم رجل الدولة من يجي ما يلتيه بغير سوالف يربي تشلاب لو يشرف عرق ومدرشين اليوم رجل الدولة كون يهتم بمن بمنصبه ويهتم بوضيته إضافة للعمل وعملنا من غير موازنات قلت لك تحدى خمس محافظات عدتها منجزات بقدر منجزات محافظة محافظة بغداد علي التميمي بفضل الله اسمعه تعالى وبسان الكادر الوياي وعوام الجلس محافظة الشرفة اللي دعمونا أنا ما حققت هذه الانجازات وهي كتبت انجازات بلا موازنات وأكد اكتب انجازات بلا موازنات محافظة بغداد وكل منصب خليسمع وسويت احنا سيدي روي لها الكتاب بيها جيد قاعدت أنا مجموعة من الأخوة الأخوة الساد مشرق ناجي وغيرة والساد أبو حسنية ودكتور هاتف في مجلس النواب عدينا قانون العاصمة مو شغلي أنا مو شغلي عدي قانون بس أنا بخبرتك كمحافظ نائب سابق جيد قاعدت يوم ثلاثة شهر احنا نشتغل على قانون العاصمة قدمنا الرئيس الجمهورية قدمنا علي تواقع المجلس النواب ودينا الرئيس الجمهورية وسوينا مقترح قانون أو مشروع قانون هنا في هذا الموضوع حلين الإشكالية اليوم تحكي تصدر مو على محافظة بغداد هاي العامل هاي المشكلة أستاذ علي هاي المشكلة الناس وقعت بين الأمانة وبين المحافظة والتضابرات على مدهض الموضوع إشكالية دستورية شو تقول بغداد بحدودها البلدية تمثل عاصمة العراق وبغداد بحدود الإدارية تمثل محافظة بغداد يعني أشبه بدائرتين الدائرة الأولى تمثل أمانة بغداد والدائرة التي من بعدها تمثل ماذا محافظة بغداد زين أمانة بغداد تعمل بالمي والمجاري والتبليد والتنظيف فقط وفقط لا لها علاقة بناء المدارس لا لها علاقة بناء المراكز الصحية لا لها علاقة بالمستشفيات احنا بفضل الله في عهدي خليت حجر أساس لأربع مستشفيات عملاقة في منطقة في منطقة الأبضالية وفي منطقة الحرية وفي منطقة الشعب وفي منطقة الأعظمية وسط نسبة نجاسة 35.40% لكن فلوس ماكو تركت أنا بوقتها عهدي عملت مع بعض الشركات النقاط نكملها بالآجل أو ندخلوا يقوم باستثمار طلعتنا المفروض المبعدي يكملون هذا الموضوع مشروع معطار 100 10,000 متر مقعب يقضى على شحة الماء في التاجي وفيها قناة الجيش هاي على أمارة بغدال هاي التقاطع تشوف هاي التقاطعات اللي تخلل الناس تحتار لا يتحملها لا المحافظ ولا الأمانة لا يتحملها الدستور هي يقول ماذا نريد أنحلها مثلا الأمين درجة وزير المحافظ درجة وكيل وزير شون هاي ترهم القضية هاي يعني المحافظ شون يحاسب الأمين الأمين درجة وزير وزير والمحافظ وكيل وزير وزير اهو يحدا اثنين الإرادات التي تجي لمحافظة بغداد إرادات مليار وربع سنويا يعني هذا دعمت الشاق وياسي عباسي يقول لي أستاذ عدنا مليار وربع قلت لك باب يقول مليار وربع لا تقول مليار وربع لا تكبر نعم قلت لك شايد أسوي بها يعني واردات أمانة بغداد توصل إلى سبعة تسعين مليار سنويا ليش لأنهم المركز التجاري في قلب العاصمة وبالتالي يعني اللي يريد يسوي لأمول يسوي بطراب بغداد لو يسوي في قلب العاصمة يبحث عن الزخم السكاني على الكثافة السكانية على حركة المار يعني فمن كلام أستاذ علي لا يوجد هناك تخطيط لا من الأمانة على أقل تقدير لا لا اسمع لي نحن نقول مدلعا أمانة بغداد مختصة بالماء بالتنظيفات والمجاري والإكساء والمتنزحات هذه شغل أمانة بغداد عندها بعض الموضعية لا تدخل بالأمن ولا تدخل في قضية يعني بناء المدارس ولا مراكز الشهرية ولا تستطيع أن تدعم أي وزارة من الوزارات نحن دعمنا وزارة الداخلية دعمنا وزارة الداخلية بمنظومة صقر منظومة صقر بغداد أحكي لك على منظومة صقر بغداد يقول راحت للقضاء أستاذ سعاد ويقول لهم مشروع فاشل وفشل بهذا الملث ولي 15 ألف ما للناس وغيرها والوصولات ووضح أني الله يخليك اللي يوفر 600 مليار واللي يفرق بالتعاقدات كاميراتي سوية بـ 8 مليارات وهي قيمتها 64 مليار ما يريد يجي للمواطن الفقير البسيط يأخذ من عدة 15 ألف دينات ومعلنوا 15 ألف دينات في سنة كاملة أثنين كانت عشرين وزارة الداخلية تأخذها يا أخي مشروع صقر بغداد أي هو جالسة الاستثمارية صدرت في عام 2011 إذا تردون تحاسبون حاسبون اللي صدر الجالسة الاستثمارية من اللي صدر الجالسة؟ أبوكيته كانت في عام 2011 يعني مو بعهدنا بعد ذاك العهد أنا جيت بالأ 2013 أثنين الداخلية أمرت كل الدوائر وهناك تسجيل صوتي ما أعرف أنا لقيته في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مسرب لقائد عملية بغداد يتحدث عن مشروع صقر بغداد يقول كانت 360 سيارة تقبل بالسنة وصلت من استخدامها مشروع صقر بغداد قلت إلى 100 ونوبل إلى 50 ونوبل إلى 10 في عام 2016 ليشتن مشروعات العادية والمسلوقة تستخدم بها أثنين السيد رئيس الوزراء دزل كتاب أنا اليوم مسؤول أمامكم وأمام الجماهير أنه أي حتا يحتيها لديه وثيقة بهذا الموضوع السيد رئيس الوزراء كل اللي حضرتك أطلقته الآن عبر برنامج مسؤول علي مسؤول علي بالدليل والوثيقة بالوثاة والأدلة كلها الحمد لله وشكر يعني أيضا عندك وثاة ترد على ما ذكره كلها وثاة كلها موجودة كلها موجودة كلها موجودة السيد رئيس الوزراء مكتب القائد العام القوات المسلحة أمر بالتعاون مع منظومة صقر بغداد الأمن الوطني طلب التعاون مع منظومة صقر بغداد يعني كلها وجدت هذه عمليات بغداد ووثيقة موجودة أقدر أزودكها بالواتساب أدر إلى كل الوثائق أنه قال رجعوا العمل بمنظومة صقر بغداد يا سنة هاي الأوامر هاي بعام 2016 2016 2016 نهاية عام 2015 قال الذي ساهم بالحد من السيارات المفخخة و السيارات من شهولة العائدية بوثيقة يجب لك إيها وتقراها طيب طيب و اكتب أنت صقر بغداد باليوتيوب تطع لك الوضعية هاي رئيس الوزراء جاه سلسة ماريا بالـ 2011 السيد الرئيس الوزراء يريده الأمن الوطني يريده و قائد عمليات بغداد المسؤول على الأمن يريده و أنا اليوم أمام في بغداد يا أخوان في بغداد افتخر القبلي أنه انجز لعشر تلاف معاملة تعويضية نحن طلع للمحافظة منجزين 134 ألف معاملة تعويضية بفضل الله ما صايرة أبد ما صايرة أنه هناك إنجازات تحققت في إدارة حقيقية من كده تحدث لك على هذا الموضوع لكن تدري كم شهيد عندنا فقط في بغداد نحن التعويضات فقط فقط المواطنين مو المسؤولين مو العسكرين ولا الشرطة بس المدنيين بس المدنيين سبعين ألف شهيد فقط في بغداد سبعين ألف شهيد وموثقة روح أنت لجنة التعويضات يقولون أبويا أجيض ضحايا الأرهاب يقول لك يا بي هل قد مصابين ومقطع أرجية هم هل قد نسبة العجز وعدنا شهداء سبعين ألف شهدت خمسة وخمسين إنه صارت معاملة أخضافية سبعين ألف شهيد في بغداد يعني سبعين ألف شهيد يا أخوان يعني يعني مدريد أربعة خمسة استجدوا أو انقتلوا بيها من قلبة الأمة قامت القيامة سبعين ألف عائلة وفي واشنطن انتهت اليوم طيب فبالتالي أمام هذه العدد من الشهداء جبنا لهم الكيناين الكلاب البوليسية تعاقدناهم طيناهم للأجهزة الأمنية الآن مشروع الكاميرات اللي كمنا طيب مشروع صقر بغداد يا بتعالوا مو أنا أقول أنا شاعلية يا أخي أحنا نقول اثنيا هاي الأموال يا أخوان الأموال ما تروح للتميمية ولا تروح للجهة اللي انتمينها التميمية هاي تروح 10% منعتها للدولة والباقي المستثمر المستثمر صرف رادارات وصرف موظفين وصرف وضعية وموجود صقر كركوك وموجود صقر بغداد وعمل وعلى أساس يعني كل المحافظين رادوا يشتغلون به لكن ضرب المشروع به واثنيا من ضرب المشروع قوة سياسية قوة سياسية المستهتف كان على التميمية من خلالها لأن القضاء حكم لمشروع صقر بغداد يعني قوة سياسية تضرب السيد علي التميمي وانا الضرر كمواطن مثلا شو نذنب الناس يا سيد علي يا مواطن عدت هذا شي سوء وانا مش يحكو يحكو نسا على المتظاهرين انا مرات اخجل من اشوف بعض المسؤولين ويتحدث بلغة يعني فوقية على المتظاهر وكأنما هو انسان وهذا المتظاهر مو انسان لا انت لو للمتظاهر هذا ما قاعدت بالكرسي اللي انت بي فيا مواطن تحكي علي انت مو محرقة طلع لذول اللي علقوها على الموصل طلع لواحد من اخوته استشهد طلع لواحد من ولد عمه استشهد طلع لواحد من ملعتهم استشهد طلع لواحد من من مقربين الى نسابته غيره استشهد احنا الحم بالله ولد عمه يعني هاي التقاطعات وهذا الفشل وهذا الاداء السيء المسؤول انتخابي ورسمها هاي صر حرب هاي سأل بعض يتحدث خلنطلع بغير الدولة يا عمياء دولة تتعجي عليها تروح تحارب يا غير الدولة احنا بلد منتهي ومنهار ننطلق بعملية الاعمار بمشاريع ترفيه للمواطن فعلا فعلا نكوش اصوات تحدث خارج واحنا نروح وتقاتل روح انت وعشرتك روح قاتل مو تستخدم دولة بمكان ما تروح تطيهم 40 ألف دولار استغفر الله 4000 دولار 3000 دولار كل دولة لها راتب معين يا خي سوي لهم مشاريع واتقل لي من المشاريع اقول لك شو البصرة طلقوا 10 ألف درجة وظيفية يعني ليش تحركتها اذا اذا اليوم انت مجال لسيد رئيس وزراء او سيد رئيس وزراء المقبل الجاي وطو فترة وخلي يبدي بمشاريع لكن انها لا انفي ان هناك قوة سياسية هناك قوة سياسية قريبة من المواطن تحس بهم من المواطن قدمت نفسها ضحايا وقربان للمواطن العراقي طيب استاذ علي اذا نحش على الحلول المتاحة لمحافظة بغداد والحكومة الحالية وايضا للعبادي ما المتاح الآن بيد العبادي بهذا الفراغ الدستوري وهذا الموضوع الذي نعيشه يومين من تطورات ومن ضرب للمعتقلين شو المتاح برأيك يعني المتاح للسيد انت تحدث لي كأنما العبادي سيعود مرة ثانية استاذ علي طبعا نعم اكو شي احاءات العبادي سيعود مرة ثانية هاي طبقا تبقى المباحثات وتبقى الاتفاقات السياسية راغمين بيعودة ثانية استاذ علي كتاب صدري لا رابطي صراح استاذ علي حتى لا يعني ليش لا اذا يعني انطع هود واطل التزامات وخرج مرداء مقتنعين بخطواته خطواته الاربع سنوات اللي قدمها السابقة يعني اليوم اشي يقول انه الرجل ما تحدث بخطاب طائفي هذا شيء ايجابي للسيد العبادي انه ما تحدث بأي خطاب طائفي حتش بخطاب وطني اثنين استخدم مفردات الدولة اللي اثرت بالرأي العام العالمي فاليوم شلي السيد العبادي شقدر يسوي هسه اولا حماية المتظاهرين اثنين حماية المؤسسات اثلاثة اكو بعض الوعود اللي اطلقها منها اطلاق اموال توفير عاليات توفير فرص عمل ومن ثم البدء بمشاريع مثلا اشوف اليوم احنا اليوم دائما اقول اقول ابو يا احنا فلوس يعني قد تتعطل دخولها او يعني احنا في ازمة مالية وعدنا نشن نذبع القوات الامنية ومكافحة الارهاب وغيرها مليارات اكو استثمار اليوم انا قدم تسهيلات مصرفية وتسهيلات للأخوة المستثمرين يجونا انا منشوز محافظ بعد عشر سنين نطينا فلوس ونسبة فائدة ثقافة الاستثمار ماكو استاذ عل النهائية نعم ثقافة الاستثمار ماكو للأسف بس السؤال هو هنا المواطن البغدادية تساءل استاذ عل ليش المواطن في اربيل وسليمانية وبدهوك يعني عيش حياته بشكل طبيعي خدمات سكن اكو تسهيلات للشركات الداخلة الى اقليم كردوسان ثقافة الاستثمار ليش ماكو استاذ عل يعني سيد الفاضل ما العيش أنا أصدقاء هناك في اربيل وسليمانية لا يعيشون في يعني ظنك معيشة لا لا عفنا من المعيشة لا لا كإدارة كشركات استثمارية كجمعات سكنية شوف مرات احنا البيروقراطية نتحدث مرات عن المركزية واللا مركزية اللا مركزية لها عيوب والمركزية لها عيوب واللا مركزية لها مزايا ناجحة وكذلك المركزية قد تكون هناك المركزية وحدة القرار وسهولة تتخاذ القرار مثل دبي دبي يقول لك يا بتاعال بالبداية شيد ريد أنت يقول لك هاي القاع راح يسوي موال هنا راح يسوي هنا برج خليفة راح يسوي هنا مشروع كل التسهيلات كلها تطونها احنا للأسف نحن ليش ليش البعض عذرا عذرا يعتبر المستثمر بقرة حلوب يطب لهذه المؤسسة لازم يأخذ من عدة فلوس يطب لهذه المؤسسة هذا المستثمر أن نطيني فلوس وانديش الساعة أكمل لك المشروع اليوم هاي جهاز سياسية ايضا ما تخلي شركات لا يطب طبعا طبعا الجهاز سياسية مولات وعتها جامعات وعتها غيرها وعتها غيرها وعتها غيرها عشرات فيها مشتركين بها ويا ريت يا ريت ملبية لرغبات المواطنين السادة علي هي المشكلة احد الأخوة يقول للأسف فرقنا فاسدنا عن الفاسد في الأقليم أو الفاسد بلد ما في فاسد ما هنا مو في زمن العصمة يقول فاسدنا منصر عدة فلوس ما يستثمر هنا بالعلاقة فاسدنا يروح يستثمر في دبي ويستثمر في دول دنمارك وبريطانيا طبعا وين منبعه وين كان عايش يروح يستثمر هناك الفاسد بعض الفاسد يستثمرون وين في الأقليم ويستثمرون وين في دبي ويستثمرون وين في بلدانهم بالتالي اليوم إذا عدينا خارطة استثمارية وقدمنا استسهلات وأكو فرصة استثمارية عديدة في محافظة بغداد وفي جميع المحافظات بس كنا نقدم تسهلات مصرفية نقدم لهم القوات الأمنية نخلق لهم طبعا هذا الحشل حشلتك كانت شعر الاجتماعات أسبوعية كل يوم ثلاثاء قاعدوا للمستثمرين أشبع قهر من أسمع حشيهم وسولهم مؤتمر في محافظة بغداد وقتصل هنا وقتصل هنا بس أريد أن طلق تعرف ليش؟ للمشاريع استثمارية اللي طلقناها إحنا اللي ساهمنا بفضل الله وفرت أكثر من ثلاثين ألف فرصة عمل هذه موثقة وفق الحسابات حجم الاستثمار في محافظة بغداد وصل عشرة مليار دولار الدولة ما ناطقة من عدها هاي فلوس يعني عملة صعبة جاءتدخل للعراق فبالتالي اليوم إحنا مو بس نظرة سوداوية بلدنا ينبني والله العظيم ينبني لكن وفر لي خطوات عملية هاي التوفير والخطوات العملية يعني العبادي أليس قادر أنه يقوم بها يفعلها يقدم على تنفيذها العبادي من أين مكبل؟ عفنا سمن الحزاب من أين مكبل؟ رئيس وزراء يا أخي طبعا شوف رئيس وزراء القائد العام القائد المسلحة أنا لا استنافت شخطة أعرف والله شخطة قلم شخطة قلم يقدر يسوي أي شيء استاذ علي نعم صلاحيات سيد رئيس الوزراء صلاحيات كبيرة وفق الدستور وفق المتعارف علي طبعا هو مو رئيس وزراء هو رئيس مجلس الوزراء وبالتالي قرار يتخذ من قبل مجلس الوزراء والوزراء أيضا تابعين لكتل سياسية وقد يعطلون بعض القوانين ويعطلون بعض القرارات نعم ما نقول ليش نقولك اليوم تنظر أنت مصلحة خاصة لو مصلحة عامة أغلبها للأسف ينظر إلى المصلحة الخاصة وبدون المصلحة العامة ولذلك الناس طالبت أستاذ علي بعض المتظاهرين نشوفهم بمواقع التواصل الاجتماعي بتحويل النظام إلى رئاسي لأنها التحدد للصلاحيات من حق المتظاهر أن يطلب أي شيء مواطن ببقاءة أستاذ علي لكن من حق أن يطلب أي شيء ومن حق يتظاهر وواجب على الحكومة حمايته لكن اليوم نرجع مثلا شنو انقلاب هذه زمن انقلابات ولا ما الأول شيء ما تصير نحن اليوم ما عندنا جيش وقائد العام قوات المسلحة مسيطرة على الجيش كله جيش أيضا قادة فرق تابع لبعض الجهات السياسية قادة فرق بعضهم مستقلين أكو أمن وطني أكو أستخبارات أكو شرطة تحادية أكو جيش عراقي أكو كاف عرام كثرة استعدد الأجهزة مستحيل يصير انقلاب ولا الحجد الشعبي لبعض البعض إذا يثقوا في الحجد الشعبي راح يقوم لا ما كون شعب بس الأمريكان ممكن يشتغلون شيء يعني طبعا هم الأمريكان وجودهم سلمي بالعراق بس دعمي للعبادي يعني هما هما شعبون الأمريكان يقولون احنا خلقنا الديمقراطية في العراق ولذلك هم مسؤولون عن حمايتها يعني لاحد يفتخر احنا غيرنا النظام لا احنا وقفنا بوتش النظام وحاربنا النظام لكن انتم ما جاء تويئ وبالتالي تغير النظام صار نظام ديمقراطي وإن كان ممتواكب يعني انت أخي نظام نجح بريطانيا ونجح بأمريكا ونجح بكثير من البلدان لكن ليس بالضرورة ينجح بالعراق احنا اليوم نريد أنه وعي سياسي نحتاج لنا بعد فتح عقد من الزمان يلا تستقر العمية الديمقراطية جيد استاذ علي بدقائق أخير وضع هذه التظاهرات اللي انطلقت في بغداد وبقية المحافظات هل هي بفعل دول مجاورة أم بفعل ناس بشكل عفوي استاذ علي بصراحة كيف يرى صدر هذه التظاهرات يقول لك يا بحزب البعث والله العظيم حزب البعث أضعب ما يكون من أن يقود مظاهرات حزب قد ولى وانتهى وانتهى في كل البلدان العربية قد تكون بعض الرؤوس اللي تتخدم مواقع التواصل أو بعض الصداميات وغيرها وغير انتهى ما يكون اثنين من هي دولة من دول جوار تقبل بأن لا يستقر الواقع العراقي ممكن تدرسها أنت وشوف من الدولة اللي العراق ما يستقر قد تكون الهيد انت غير ضيفي استاذ علي انت ضيفي استاذ علي لازم تحدث بالواقع اللي دي نعيش استاذ علي سيد الفاضل أنا اليوم أنتم من الجهة السياسية وبالتالي أنا مو محل سياسي وحشي لك أنا لو تحليلي شخصي أقول لك أبا الدولة الفلانية تريد تهجم هالبلد هذا عمو تستفيد بتوريد الأسلحة وراح تستمر بقضايا اقتصادية وتحارب الغير من خلال أنا اليوم أحشي وفق معطيات أحشي وفق دراسات ماذا المعطيات؟ أنه المواطن من حقي الظاهر أكو مشكلة؟ أكو مشكلة ماكو تعينات؟ ماكو تعينات قلت خدمات إذن من حقي الظاهر يا أخي من حقي الظاهر لكن احنا المتظاهرين أخوتنا أقبل أياديهم وأقبل رؤوسهم أنه مؤسسات الدولة التي تعتدون عليها تستمر تظاهرات؟ تستمر التظاهرات إذا بقت الأوضاع طبعا طبعا شو؟ ها تصعيد المتظاهر شي يريد؟ برأيك؟ اليوم المتظاهر من يجي طبعا هي لحد أن ألما كفت قيادة إلها موحدة المتظاهر عندنا مجموعة طلبات في كل أكابة أنا أريد هاي النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة قسم الصير و قسم ما الصير لزمتها الحكومة قالت لابوي احنا راح نطبق لك هاي و راح نطبق لك هاي و راح نطبق لك هاي إذا الحكومة بدأت فعليا بتطبيق بعض الفقرات لا راح تخف و تيرة المظاهرات و راح ينتظرون أنا أنا مع المظاهرات تعرف ليش؟ لين إحنا كسياسيين و كتنفيذين ما رأي أقول هم إحنا وانوا ياهم طيب إذا ماكوا مظاهرات إذا ماكوا نتائج إذا ماكوا نتائج تستمر إذا ماكوا مظاهرات الإعلام لا راح يظل ينزل طبعا بمناسبة المسؤول الحقيقي و الفعل و المخلص ما يهتم من هذه الأشياء يقدم خدمة و يخدم أهله و ناسه قربة لله سبحانه وتعالى و واجبة لخلف الله عليه راتب و امتيازات و حمايات وضحت الصورة النائب و المحافظة السابقة الأستاذ علي تميمي شكرا جزيلا شكرا لك كنت ضيفا كريما و شكرا لقناة الرشيد شكرا لك و حقرد مكفول لكل الأسماء اللي حقيقة تذكر في برنامج الثامن عبر قناة الرشيد الفضاء شكرا لحضرتك و شكرا لمجيئك الشكر موصول لكم سارتي الكرام شوفكم الأسبوع القادم بإذن الله كنا لكم